بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد رحمة الله المهدات للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صلاة الله المستقيم وعلى آله حق خدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة بالسند المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا سالم أبو النظر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير ما معنى احتجر أي صنع حجرة صغيرة عبارة عن إيه كان عنده حصير قد سود من طول ما لبس فاحتجره بمعنى أقامه يوقف كده ويعمل زي كأنه حجرة مصغرة يصلي داخلها يصلي داخل هذا المكان فهذا معنى قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة تصغير حجرة بخصفة الخصفة معروف يعني زي الخوس الخوس يعني حصير مصنوع من الخوس أو ما يشبه ذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها يصلي داخل هذه الحصير أو هذا الحصير فتتبع إليه رجال يعني رآه بعض أصحابه فتتبعوا صلاته أي صلوا بصلاته يعني هم موقفين في المسجد والنبي احتجر هذه الحصير أو هذا الحصير يصلي داخل فاقتموا به أو صلوا بصلاته وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله يعني النبي صلى أول ليلة كما جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما صلى أول ليلة فصل بصلاته أناس تاني ليلة كتر يعني العدد كتر تالت ليلة حتى في الليلة الرابعة أو التالتة يعني عجز المسجد عن حمل المصلين أصبحوا ملأوا المسجد وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أي لم يخرج إليهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم بردك أنا قلت قبل كده إن ده دليل على إن الحجرة في المسجد لقوله فلم يخرج إليهم وجاء في بعض الرواية أنهم حصبوا الباب حصبوا يعني يخذوا الحص الصغير وبقى يضربوا على الباب علشان يذكروا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب هكذا رفعوا أصواتهم علصتهم عشان يعني نبهوا رسول الله أو يذكروه وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم يعني ما زلتم على هذه الحال وحتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم أنا ظننت يعني الذي حبسني عنكم أو الذي دفعاني أو دعاني إلى عدم الخروج إليكم إن أنا خشيت إن تفرض عليكم صلاة القيام فتعجيزوا عن أدائها فده ده من باب الشفقة من باب الشفقة وكما قال ليصلي أحدكم نشاطة يعني الإنسان يصلي وفي بيته هذا تابع لموضوع الباب الصلاة استحباب الصلاة أو صلاة النافلة في البيوت مع جوازها في المسجد طبعا مع جوازها في المسجد لكن أفضل أن تؤدى النافلة أو التطوع أفضل أن يؤدى في البيوت بيقول حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ثم قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة المكتوبة يعني المفروضة يعني صبح ظهر عاصر مغرب أي شيء دي الصلاة المكتوبات أو المكتوبة دي تصلي في المسجد طبعا أفضل بلا شك ولكن خير صلاة المرء في بيته يعني بذلك النافلة ويعني بذلك صلاة التطوع أو الرواتب يعني إنسان يصلي مثل سنة ظهر سنة عاصر سنة مغرب سنة عشاء يصليها في البيت فهذا أفضل بلا شك وده كله من أجل إيه من أجل أن يكون كل مكان ينزل به الإنسان مستراحا لملائكة الرحمن يعني البيت اللي يصلى فيه أو تعدى فيه النافلة لا يخلو من بركة الصلاة لا يخلو البيت من بركة ويصير مستراحا للملائكة ملائكة الرحمة يعني ملائكة الرحمة وخصوصا إذا ضم إلى هذا أو أضف إلى هذا أنواع من الذكر أنواع من الاستغفار أنواع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك تلاوة القرآن بلا شك البيوت تعمر بما يدار فيها من أنواع الخير وأنواع الزكر وأنواع العمل أو الأعمال الصالحة ثم قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا مهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير كالحديث السابق بعد الفاصل نواصل وقفنا قبل الفاصل عند حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله عليه وسلم فيها ليالية يعني ورد أنه صلى فيها 3 ليالي أو 4 ليالي حتى اجتمع إليه ناس اجتمع إليه ناس أي كثر الناس المسجد يعني التماس لإيتمام برسول الله عليه وسلم والتماس بركته عليه الصلاة والسلام فذكر نحوه أي نحو الحديث السابق وزاد فيه يعني هذه الرواية جاء فيها زيادة ولو كتب عليكم ما قمتم به يعني الزيادة دي متعلقة بقوله عليه الصلاة والسلام حتى ظلنتوا أنه سيكتب عليكم دي بقى تكملة ولو كتب عليكم ما قمتم به لو كتب عليكم أي لو فرد عليكم صلاة الليل ما قمتم به يعني النبي أدرى طبعا أدرى بأحوال الناس ويكفين قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبما أنه أولى بنا من أنفسنا فما ينبغي أن نتقدم بين يدي توجيهه أو وصيته أو إرشاده عليه الصلاة والسلام يعني إذا قال شيئا ينبغي أن نلتزمه وينبغي أن نقف عند مناصحته أو نصحه عليه الصلاة والسلام ثم قال مسلم وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل يحجره زي ما قلنا يعمله يعني شبه حجرة صغيرة كده يعني بدل ما الحصير بيوسط كده لا يوقف الحصير وإيه ويجعله زي حجرة يصلي داخلها فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار يعني يفرشوا بالنهار الحصير يفرشوا بالنهار وبالليل يعملوا زي حجرة يصلي داخلها فثابوا أي اجتمعوا ثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا نعم هذا حديث مشهور إن الله لا يمل حتى تملوا ولكن هنا فيه إشكال عند بعض الناس يعني لا يستطيع أن يفرق بين الصفة التي يقع فيها الاشتراك بين الخالق والمخلوق أو بين الحق سبحانه وتعالى وبين العبد يعرفش يفرق يعني فبيحمل اللفظ على ما يحمله من الدلالة بأصل الوضع أو بدلالة الوضع يعني يقول لك يمل من الملل يمل من الملل بعض الناس يعني ذهب بهم السخف سخف العقول إلى أن يقولوا إن ربنا له ملل ليس كمللنا هذا سخف عقول يقول لك ربنا له ملل بس مزي الملل بتاعنا وبعضهم يقول لك ربنا له نسيان ليس كنسياننا ونائس كمان يقول فيه رواية ستأتي قريبا تذكروا أن الله لا يسأم حتى تسأمه من السآمة هتقول بردك ربنا له سآمة سآمة بردك يعني بمعنى الملل يعني ربنا له سآمة ليست كسآمتنا ده يعتبر كلام هذر ممجوج الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف بصفة من صفات الخلق على ما تحمله من الدلالة في جانب الموصوف من الخلق لكن لا يلزم من وقوع الاشتراك في الصفة الاشتراك في حدها ولا الاشتراك في مراتب تعيونها ووجودها فالرب رب والعبد عبد ما تقولش له نسيان ليس كنسيان زي ما يقول له يد ليست كأيدينا له عين ليست كأعيننا طب هي دي صفات أنت بذلك لا تثبت لله صفة بل تثبت له جارحة فاليد ليست صفة العين ليست صفة الرجل ليست صفة الساق ليست صفة القدم ليست صفة إنما الصفة بالنسبة للعين الصفة هي أنه سبحانه بصير يبقى أنت بدل ما تقول له عين تقول بصير هذه الصفة الله بصير الله سميع ما تقولش له أذن الله سميع بصير الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله بس مش على أن اليد جارحة لا بد أن تفرق لأن أنا قلت ربما في حلقة سابقة أو ربما في لقاء أو في خطبة أو درس قلت إن الآية التي في سورة آل عمران لم تؤكد إلا على مذهبيني اثنيني بالنسبة للتعامل مع آيات الصفات أو مع المتشابهات ذكرت مذهبين اثنين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب لقات المحكمات دي تتعلق بالأحكام وتتعلق بالتكاليف والشرائع والأشياء دي والأدب والخلق إلى آخره وأخرى متشابهات فأما الذين شوف وصف اللي في قلوبهم زيق بإيه فأما الذين في قلوبهم زيقوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الوقوف على الجلالة هنا بمختضئ الوقف اللازم لو فتحنا المصحف ألاقي وقف لازم الوقوف على الجلالة يبقى فيه تأييد لمذهب إيه؟ لمذهب المفوضة بعد الفاصل نواصل قلنا قبل الفاصل إذا أخذنا بذلالة الوقف اللازم في قوله وما يعلم تأويله إلا الله يبقى علم تأويله محصور في جهة الحق أو في جانب الحق سبحانه وتعالى يبقى محدش من الخلق يعلمه لو خدنا بدلالة الوقف اللازم طيب ويبقى ما بعد الجلالة ما يبقاش معطوف هيبقى كلام مستأنف يبقى الواو للابتداء والراسخون مبتدأ مرفوع بالواو طيب وقملة يقولون آمنا به هتبقى في محل خبر لهذا المبتدأ إذا قلنا بدلالة الوقف اللازم يبقى الكلام يتم عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله الكلام كده تم ما بعده كلام مستأنف الواو للابتداء الراسخون مبتدأ جملة يقولون في محل خبر طيب ولو قلنا بدلالة الواصل ما وقفناش عند الجلالة قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون تبقى الواو عاطفة والراسخون معطوف على الجلالة مرفوع بالواو وقملة يقولون هتبقى في محل حال في محل حال يبقى عندنا احنا كم مذهبين يبقى مذهب المفوضة بالوقوف عند دلالة الايه القطع القطع بمعنى ايه وما يعلم تأويله إلا الله لو خدنا بدلالة الوقف على الجلالة يبقى دا تأييد للمفوضة يبقى مدام حدش يعلم تأويله إلا الله يبقى لا يسعوك ولا يسعوني إلا أن أقول الله أعلمه بمراده وليس في ذلك تعطيل للصفة ليه لأنني أؤمن بما قرأت وبما سمعت لكن ليس على ما فهمت أنا بل على مراد الحق سبحانه وتعالى زي ما كان الإمام الشفيع وكذا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله هذا أكمل طيب لو خدنا بدلالة الواصل يبقى الراسخون يعلمون تأويله أيضا يبقى أثبت لهم معرفة التأويل يبقى هنا في دعم لمذهب المؤولة يبقى إذن الآية أشارت إلى مذهب المفوضة بدلالة الوقف اللازم وإلى مذهب المؤولة بدلالة الواصل إذن فين المذهب التالت اللي هو اللي بيحمله الألفاظ على ما تحمله من الدلالات وقولك له إيده وله رجل وله حتى وإن قال ليست كأيدينا ليست كأرجولنا هذا كلام لا يغني ليه لأنك لم تسد به باب التصور أنت مدام قلت ليست كأيدينا إبليس يجيلك أمال شكلها إيه شكلها إيه طلها إيه عرضها إيه مش عارف يبقى أنت لم تغلق على نفسك ولا على غيرك باب التصور في ذات الله والله ليس كمثله شيء وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حجب عنا معرفة ما أعد لنا من نعيم الجنة بما ملك علينا من أسمائنا وأبصارنا وأفئذتنا حيث قال أعددت العباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده نعيم ونعيم مخلوق فما بالك بالخالق كيف تتكلم في ذات الله بهذا السخف وأنت لا تستطيع أن تتكلم فيما أعده الله لك من نعيم في الجنة ليه؟ لأنه بما ملك عليك من هذه الحواس لا تستطيع حتى التصور حتى التصور فلا تفتح على نفسك باب فتنة وتتكلم وتقول له وله وله ولذلك لما ربنا يذكر العين مفردة ويذكرها مجموعة ده معناها إيه؟ معناها أني مش عاوز تحدده حتى الحديث اللي قال إن الله ليس بيأعور لما النبي كان بيحذر من الدجال قال الله ليس بيأعور طيب ليس بيأعور معناها إيه؟ أما أقولك فلان مش أعور يعني له عينين اتنين طيب ما فيش في القرآن ذكر عينين اتنين في ذكر عين واحدة ها؟ ولتصنع على عيني وفيه أعين فإنك بأعيننا ليه؟ ليه التنوع ده؟ ليه يذكر العين الوحدة ويذكر الجمع وبالنسبة للإيد يذكر المفرد والمثنى والجمع ليه؟ عشان ما تحصرش المسألة في ما تحمله هذه الألفاظ من دلالات بل تصرفها إما بالتأويل وإما بالتفويض هذا هو مذهب أهل الحق ما تتدعيش بقى أن الكلام اللي أنت بتقوله ده ما تتدعيش أنه ده مذهب السلف مذهب السلف لا يمكن أبدا أن يكون بازل الصورة لأن الآية نفسها لم تتكلم إلا عن عمرين اتنين إما أن نأخذ بدلالة الوقف اللازم يبقى العلم محصول في جانب الحق وإما نأخذ بدلالة الوصل يبقى الراسخين بردك عندهم علم ولكن مع قولهم أو حال قولهم كل من عند الله حال قولهم كل من عند الله ولا تعطيل في هذا لكن أنت المعطل لما تقول له يد أنت بتثبت له جارحة ما أثبتش صفة أنت لم تثبت صفة فلما يقول هنا فإن الله لا يمل حتى تمله ربنا بيميل ربنا بيقول إنا نسيناكم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم ربنا له نسيان كيف نوصف ربنا بالنسيان والحق سبحانه وتعالى يقول لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ولا ينسى الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى إزاي تقول له نسيان العلماء أولوا النسيان قالوا النسيان بمعنى ايه الترك الترك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تنسى مش بمعنى إننا في غفلة اللهم ليس في غفلة لأن النسيان عبارة عن ايه واحد كان عنده معلومة وطارت هذه النسيان الحق منزع عن الكلام ده يبقى تنسى كذلك اليوم تنسى بمعنى تترك بمعنى ايه إنما ما تجيش تقول له نسيان ليس كنسياننا يبقى لابد من التأويل في هذا الموضع وأسأل الله سبحانه أن يهدينا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة